دكتور فريد قال يسوع أنا هو الطريق وأيضا قال أنا هو الحق يدور في ذهني كلام بلاطس عند محاكمة المسيح عندما سأل ما هو الحق فهل يمكنني أن أسأل نفس هذا السؤال ما هو الحق أعتقد أن سؤال بلاطس له دلالة عندنا وهي أن في داخل نفس الإنسان أي إنسان حتى ولو بلاطس الذي كان واليا رومانيا على جزء من فلسطين في ذلك الوقت في داخل نفس الإنسان بحث عن ما هو حقيقي فالإنسان يشعر أن كل ما حوله في الحياة مليء بالأكاذيب أو الضلالات أو الخداع أو الغش وحتى في هذا العصر مثلا من يجلس أمام شاشة التلفزيون ليشاهده إذا سألته كم بالمئة مما رأيته حقيقي سأقول لك إنها تسالي إنه مجرد إضاءة للوقت هذه تمثيلية وهذا برنامج وهذا إعلان لكن الإنسان في داخله بحث عن شيء حقيقي يقيني أكيد ولهذا أعلن الرب يسوع المسيح هذا القول العظيم ولم يعلنه سواه أنا هو الحق أنا الوحيد الذي أعلن حقيقة كل شيء كما هي إذن لو أردت أن أقدم تعريف ببساطة كلمة الحق تعني الحق المجرد الخالي من الرتوش والإضافات والخداع والكذب وأي شيء يمكن أن يجعل الإنسان في غير يقينية الحق هو أن أعرف حقيقة كل شيء مجرد كما هي